السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة ونعرف برشبش يقولوا مناش بخير وبلادنا مش بخير الوضع اليوم في تونس دقيق وحساس مش ما نقولوش كارثي على جميع المستويات ويقتضي منا أنه نوحده صفوف ونحطه يدينا في دين بعضنا الناس الكل مهما كانت اختلافاتنا على خاطر كان بشتغرق بنا سفينا بشتغرق بالناس الكل هذا علاش لازمنا وقف التأمل في الوضعية لنعيشوا فيها اليوم كلكم تعرفوا تونس كيفاش والات نشوفو كان في التثيقات على الإعلاميين على المحامين على المثقفين بصفة عامة وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان نشوفو كان في دخل هذا الحبس نسمعو كان في بطاقات إداع الإدراج بالتفتيش استدعاءات للمحاكم على كلمة قالت على كاريكاتور على معنى المرسوم 54 سيئ الذكر هذه هي الإنجازات اللي نشوفوا فيها اليوم ومنشيرة أخرى نشوفوا في الصفوف على الخبز الزيت السكر والمواد الأساسية ومن بعد يجيوا يقولوننا محتكرين فيما وصارحوا الشعب لمينا شوية عملة صعبة من عند التوينسل يعيشوا في الخارج وقعدنا بين خيارين ينخلصوا القروضات وإلا نوردوا بهم مواد أساسية ينخلصوا قسط 2023 وخليوا الشعب يكل أحجر ودز كيف العادة على المحتكرين والمتآمرين والغرف المظلمة وهم ونحن والزوالي ليه ربي زعم هكا النجم وقدموا ببلادنا صعيب برشة بالظروف هذه النجم ونجيبوا مستثمرين ما نظنش انتو ما تعرفوا اللي احنا من فترة كبيرة قاعدين نعاونوا في برشة مجالات كيمة تجهيز المستشفيات ترميم المدارس توفير الماء الصالح للشراب بعث مشاريع صغرى للشباب مع تقديم الإعانات الاجتماعية للفئات الضعيفة في مختلف المناطق ولكن هذا غير كافي علاش على خاطر فم عديد المشاكل والعرقيل اللي نواجهوها على أرض الواقع كل من قوموا بمبادرة يعطلون بالقوانين والبيروقراتية ويجيب لي ترخيص وارجعوا غدوة وحتى نلصاف العجلة إلى آخره أنا من قبل نحلم تغيير واقع البلاد تغيير واقع الشباب والنهوض بتونس وتولي بلاد متطورة على مستوى التكنولوجي متطورة على مستوى البنية التحتية تولي فيها مطارات كبيرة كياسات خدمات راقية مواني كبيرة ومتطورة لكي نجمو نستقطو المستثمرين ورؤوس الأموال وهكا نخلق ديناميكية اقتصادية في البلاد ومواطن شغل للناس وهكا الاقتصاد تحرك والعجلة الدور ونكون حربنا الفقر والبطالة ونهضنا بوضعية الزوالة في تونس وهذا ما نجمو نحقوه إلا ما نكون في موقع قرار لذا اليوم قررتو أني نخوذ أول تجربة سياسية فعلية في حياتي ونترشح للانتخابات الرئاسية وقرار هذا ماهوش سهل خذيتوا بعض تفكير عميق وبش يكون على حساب برشا حاجات في حياتي وبالرغم من ذلك قررتو أني نخوذ التجربة هذة إن شاء الله نكون في مستوى آمال وتطلعات الناس اللي اعطاتنا واللي بشتعتي فينا ثقتها ونكون عند حسن ظنه على خاطر المسئولية ماهيش ساهل عنا العديد من المشاريع للبلاد في المجال الاقتصادي والثقافي وخاصة الاجتماعي وان شاء الله ربي وفقنا مع بعضنا في سبيل تحقيق التقدم والرقي والازدهار للبلاد والعباد والله ولي التوفيق والسلام عليكم